أهم برنامج موجود على أجهزتي سواءً الكمبيوتر أو الجوال هو مدير كلمات السر أو الباسورد مانيجر طيب لو سألتني عن أفضل مدير كلمات سر للاستخدام فالجواب بكل بساطة هو إما البيت واردن أو الكي باس أي برنامج أو أي مدير كلمات سر ما عدا هدول البرنامجين خارج المعادلة السبب بكل بساطة لأن الاتنين مفتوحين المصدر ومعايير الأمان الموجودة فيهن لا يعلى عليها أما لو سألتني أي واحد من هدول الاتنين استخدم البيت واردن أو الكي باس فلو كنت عم تدور على السهولة والشيء التقليدي مقابل أنك تحط كل ثقتك بمعايير الأمان اللي بتستخدمها الخدمة السحابية فرح نقول البيت واردن هو الخيار الأفضل بالنسبة إليك أما لو كنت بتفضل أنه خزنة كلمات السر تكون محفوظة على جهازك بشكل لوكل وأنت مستعده عندك الصبر لأنك تقوم بعملية مزامنة هاي قاعدة البيانات بين أجهزتك المختلفة بشكل يدوي فبهي الحالة رح يكون الكي باس هو الخيار الأفضل بالنسبة إليك واللي هو أنا باستخدمه شخصياً للأمانة ولحتى ما نظلم البيت واردن فأنت ممكن أنك تثبت الخدمة أو برنامج البيت واردن على سيرفر خاص فيك وبهي الحالة قاعدة البيانات أنت رح تكون مالكها بس كمان أنت اللي رح تكون مسؤول عن كيفية تأمين وتشفير الخزنة أو قاعدة البيانات هذا الخيار لا يعتبر خيار مناسب لأغلب الناس لأن أغلب الناس ما رح يكون في عندها الخبرة عن كيفية تثبيت السيرفر أو تثبيت البرنامج أو تأمين قاعدة البيانات فبهي الحالة رح يكون الخيار الملائم للأغلبية هو الاعتماد على سيرفرات بيت واردن بحد ذاتها تركولي بقسم التعليقات هل بتستخدمه مدير كلمات سر ولا لا شو هو مدير كلمات السر المفضل عندك اللي بتستخدمه هل بتستخدم نفس كلمة السر لكل المواقع اللي بتدخل لها أو الحسابات اللي عندك ولا بتستخدم كلمات مختلفة وشو هو الطول الوسطي لكلمة السر اللي عمالك تستخدمها على مواقعك أو الماستر باسوورد لمدير كلمات السر فهلأ الناس اللي بدها جواب مختصر صار بإمكانها أنها تترك الفيديو بعد ما تضغط زر اللايك أما الناس اللي حابة تعرف مقارنة مفصلة بين البرنامجين فكملوا معي الفيديو لحتى نعمل المقارنة بالاعتماد على النقاط أو الفئات التالية بالنسبة للتكلفة فالفائز بكل تأكيد بهي الفئة هو الكي باس اللي هو برنامج مجاني بالكامل وما بيتطلب مني دفع أي مبلغ أو أي اشتراك للحصول على كافة المميزات فعلى الرغم من أنه البيت ووردن هو برنامج مفتوح المصدر وبيقدم لي نسخة مجانية مدى الحياة ممكن أني أستخدمها بس في حال كنت بدي أحصل على بعض المميزات أو الميزات البريميوم اللي رح نحكي عنها بعد شوي فأنا لازم أني أدفع اشتراك شهري لأحصل على هاي الميزات هلا لحتى نكون منصفين فأغلب المميزات البريميوم يعني 90 أو 95% من الناس ما رح تحتاجها وحتى أنت إذا كنت بحاجة لهذه الميزات فالاشتراك الشهري يعني بمتناول اليد وما بكلف أكتر من دولار شهريا بالنسبة لسهولة الاستخدام والتصميم فالرابح بهذه الفئة هو البيت ووردن اللي بيقدم لي برامج أو كلاينت رسمية فيرست بارتي لكافة منصات التشغيل اللي ممكن أني أستخدمها سواء كان ويندوز سواء كان لينوك سواء كان ماك آندرويد آي او اس فأنا في عندي برامج لكل هاي المنصات وبواجهها عصرية وتقليدية ما بتختلف عن أي مدير كلمات سر ممكن أنك تكون عمال استخدمته بالماضي أو عم تستخدمه حاليا مثل الone password أو الlast password وكمان بيقدم لي البرنامج كبرنامج كتطبيق ويب في حين أنه بحالة الكيباس فأنا لازم أني استخدم برنامج مختلف لكل منصة تشغيل عمالي استخدمها وبين برنامج والتاني رح شوف أنه الواجهات ما رح تكون متطابقة بعض البرامج بتقدم ميزات ما لها موجودة ببرامج تانية فعلى منصات لينوكس وويندوز وماك فأنا بستخدم الكيباس اكس سي أما على أندرويد فأفضل خيار اللي هو الكيباس دي اكس بحالة الكيباس اكس سي أنا كنت عامل فيديو منفصل وحكيت بالتفصيل عنه ممكن أنك ترجع له رح أتركه برابط بسندوق الوصف أما بحالة أجهزة آي او اس فللأسف لا يوجد أي برنامج مجاني مية بالمية وإنما رح يكون مشابه لحالة البيت ووردين في عندي نسخة مجانية ونسخة مدفوعة أو اشتراك شهري للحصول على بعض الميزات بس من حيث البحث اللي أنا عملته عن هاي البرامج فأفضل خيارين ممكن يكونوا إما السترونج بوكس أو الكيباسيوم أنا ما استخدمت أي واحد من البرامج المخصصة للآي او اس فما رح أعطي أي رأي شخصي عن هاي البرامج بالنسبة للاندماج مع المتصفحات فبهاي الفئة ما في عندي أي رابح أو خاسر لأن البرنامجين بيمتلكوا إضافات لأشهر المتصفحات مثل الفايرفوكس والبريف والكروميوم والفيفالدي والاتنين كمان ديمتلكوا خاصية أو ميزة الإدخال التلقائي لإسم المستخدم وكلمة السر اللي تعتبر ميزة هامة وضرورية لتجنب سرقة البيانات باستخدام هجوم الفيشينج لأن البيانات ما رح يتم إدخالها إلا إذا كنت موجود بالصفحة الصحيحة والرابط الصحيح بس كمان لازم ننوه لأنه لأن الكيباس أو الكيباس أكسي باعتبار أنه الخزنة موجودة بشكل لوكالي على الجهاز فهي الخزنة أو قاعدة البيانات لازم أنها تكون مفتوحة بمعنى أنه الكيباس أكسي يكون مفتوح لحتى تكون قادر أنك تستخدم الإضافة بالمتصفح في حين أنه البيت ووردين فأنا بيكفي أني أعمل تسجيل دخول على حسابي لحتى أكون قادر مباشرة أني أفتح الخزنة وأستخدمها وما في داعي أني أفتح البرنامج كمان بتاريخ تسجيل هذا الفيديو إذا كنت عمالك تشوف الفيديو بالمستقبل فممكن هذا الكلام يتغير بس بتاريخ تسجيل هذا الفيديو إذا أنت كنت بتستخدم لينوكس وكنت بتستخدم المتصفح سواء الفايرفوكس أو الكروميوم أو البريف كنسخة فلات باك فإضافة المتصفح غير متوافقة مع الفلات باك إذا كنت عمالك تستخدم المتصفح كنسخة نيتف أو مثبتها من مدير الحزم فالبرنامجين بيشتغلوا والإضافة بتشتغل وما فيها أي مشاكل هل تعتبر مشكلة كبيرة؟ أكيد لا لأنه أنا لست ممكن أني أعمل كوبي بيست من الكي باس إكسي مباشرة لكلمة السر واسم المستخدم بس لابد من التنويه لهذا الموضوع أما بالنسبة لمزامنة قاعدة البيانات بين الأجهزة المختلفة فالرابح بهذه الفئة بكل تأكيد ما بدها تنين يحكوا فيها لهو البيت ووردن لأن بالأساس قاعدة البيانات موجودة بسحابة البيت ووردن بحد ذاته أو بالسيرفر الشخصي الخاص فيه أما بحالة الكي باس فأنا باعتبار أنه الخزنة أو قاعدة البيانات هي عبارة عن ملف أنا حافظه على جهازي فأنا المسؤول عن نسخ هذا الملف على كل واحد من الأجهزة اللي بيستخدمها لحتى أكون قادر أوصل لقاعدة البيانات هلأ الحل البسيط لهذه المشكلة طبعا ما لها مشكلة كبيرة وحلها بغاية البساطة ألا وهو أني أحفظ هذا الملف أو قاعدة البيانات أحفظها على أحد خدمات التخزين السحابي اللي ممكن يكون عمالي يستخدمها مثل النيكس كلاود مثل جوجل درايف مثل الدروب بوكس فبهي الحالة كلما أعمل أوضيف مدخل جديد لقاعدة البيانات باعتبار الملف موجود على السحابي فرح تم مزامنته بين كافة الأجهزة بكل أريحية وسهولة أما بحالة توليد كلمات سر بشكل عشوائي فبهي الفئة كمان ومرة ثانية ما في عندي أي رابح أو خاسر لأن البرنامجين قادرين على توليد كلمات سر عشوائية بأي طول ممكن أنه يخطر على بالك وباستخدام الأحرف الكابيتل lowercase الأرقام والرموز العشوائي والرموز الخاصة لكن الكي باس اكسي بيتفوأ على البيت ووردن من ناحية تعداد الرموز الخاصة المتاحة للاستخدام بكلمات السر وليس اللي رح تستخدمها فالكي باس بيقدم لي لغاية 32 رمز خاص ممكن أني استخدمها بكلمة السر في حين أنه البيت ووردن محدد أو مقيد بس بثمين رموز خاصة هل هذا الكلام بيشعل من كلمة السر اللي بولدها مع البيت ووردن أقل قوة من الكي باس أكيد لا لأن حتى مع ثمين رموز متاحة للاستخدام أنا ما زالت كلمة السر اللي عندي قوية طالما أني حاطتها بطول مناسب مع أحرف capital lowercase أرقام ورموز خاصة كمان بحالة الكي باس اكسي فمدير كلمة فمولد كلمات السر أنا بوجهة نظري بشوفه أقوى من اللي موجود على البيت ووردن لأنه البيت ووردن أو مولد كلمات السر الموجود فيه بس بيقلك إذا كانت كلمة السر قوية أو متوسطة القوة أو ضعيفة في حين أنه الكي باس اكسي وقت اللي بتولد كلمة السر رح يعطيك رقم انتروبي ما رح نشرح شو هو الانتروبي اللي بيقلك قد مدى قوة هاي الكلمة وكمان بهذا مولد الكلمات اللي موجودة على الكي باس اكسي انت بدل ما تولد كلمة السر ممكن انك تحط كلمة السر الخاصة فيك اللي انت بدك تستخدمها لنقول الماستر باسورد وهو رح يعطيك مدى قوة هاي الكلمة في حين انه هاي الميزة ما لها موجودة بالبيت ووردن اما بالنسبة للميزات الاضافية فالرابح بهاي الفئة الى وهو الكي باس اكسي لانه مثل ما حكينا فالبرنامج مجاني بالكامل وما بيطلب مني اي اشتراك للحصول على الميزات البريميوم مثل على سبيل المثال اضافة الملفات الملحقة للمدخل الموجود بقاعدة البيانات او امكانية توليد التي او تي بي او ال Time One Time Password اللي هي كلمات السر الصالحة للاستخدام لمرة واحدة بالاعتمال على الزمن او امكانية استخدام مفتاح امان او مفتاح امان فيزيائي مثل فلاشة UBK هاي اللي انا بستخدمها فهي الميزات بحالة البيت ووردن انا ممكن اني احصل عليها ولكن بالنسخة المدفوعة وليس بالنسخة المجانية بس لحتى نكون صريحين ومثل ما حكيتها بالبداية اغلب هاي الميزات يعني 99 من الناس ما رح تحتاجها اما الفئة الاخيرة بهاي المقارنة فهي فئة الامان والخصوصية فمثل ما حكينا بالبداية البرنامجين مفتوحين المصدر وبالتالي اي شخص عنده الخبرة والصبر والوقت لانه يطلع على الاكواد المصدرية او السورس كود لهي البرامج ممكن انه يطلع عليها ليتأكد انه ما في عندي اي ابواب خلفية عمالهم يستخدموها لحط يقوموا بالتسجيل او سرقة بياناتي الشخصية اما من ناحية الامان في البرنامجين بيستخدموا معايير تشفير معقدة ومتقدمة بشكل كبير وبالتالي فامكانية اختراء قاعدة البيانات امر صعب جدا ليس مستحيل ولكن صعب بشكل كبير بس مثل ما حكينا بالبداية بحالة البيت ووردين فانت حاطت كل ثقتك بمعايير الامان والتشفير اللي موجودة على سيرفرات البيت ووردين او على السيرفرك الشخصي اذا انت كنت عارف كيف تعمله تشفير وتأمين بشكل كبير في حين انه على الكيباس او الكيباس اكسي فباعتبار انه قاعدة البيانات او الملف موجود على جهازك فالهاكر ما رح يقدر يوصل لهات الملف الا اذا كان عنده وصول فيزيائي لجهازك وبيعرف بالاساس انت وين حافظ هات الملف فعملية الاختراء رح تكون اصعب بكتير يعني لازم انه يدخل على بيتك ويوصل لكميوترك او لجوالك لحتى يوصل لهي قاعدة البيانات وكمان واحدة تانية من نقاط من نقاط الامان او ميزات الامان الموجودة بالبرنامجين انه البرنامجين بيستخدموا خاصية التوثيق السنائي او التوثيق المتعدد ال two factor authentication او المالتي فاكتر اوثنتيكيشن بس بيقوموا فيها بطريقة مختلفة فبحالة الكيباس اكسي فهو اما بيستخدم مثل ما حكيت المفتاح الفيزيائي المفتاح الامان الفيزيائي مثل فلاشة ال yubkey اللي انا بيستخدمها شخصيا او ممكن اني يكون في عندي ملف امان او ملف مفتاح البرنامج الكيباس ما بيفتح الا اذا اعطيته هاد الملف وهاد الملف لازم يكون موجود على كل واحد من الاجهزة اللي بيستخدم عليها قاعدة البيانات في حين انه البيت ووردن فهو بالنسخة المجانية بيستخدم التوسيق السنائي اما باستخدام مولد اما باستخدام برنامج اوثنتيكيتر برنامج مصادقة مثل جوجل اوثنتيكيتر او عن طريق الايميل فعلى الايميل رح يوصلك الكود اللي بيتألف من ست خانات اللي بتدخلها بالمرحلة التانية من التوثيق اما بالنسبة لمفتاح الامان الفيزيائي او فلاشة اليو بي كي فهاد موجود فقط بالنسخة المدفوعة فهيك بتمنى اني كون وضحت التشابهات والاختلافات بين البرنامجين ومثل ما حكيتها بالبداية انت بتقرر شو هو البرنامج الافضل او الملائم بشكل اكبر اليك بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبامان الله اشتركوا في القناة